صباح الخير مشاهدي أنت أن مشاهدي ناين لايف حلقة جديدة من برنامج نهارك سعيدة نكون معاكم لمدة ساعتين على الهواء مباشرة وأكيد هنتابع ما يحدث في مصر مبارح مدين مصر كلها كانت مليئة بالمظاهرات ما بين مؤيدين وما بين معارضين ويعني أنا روحت معظم مظاهرات مبارح يعني أحكي لكم بس يعني صباح الفول يا فادي صباح الخير يا عيدة صباح الخير مشاهدينا حلقة السبت ستة عشرين حداشر 2011 يا رب يكون يوم سعيد عليكم أحداث مطلحتة كثيرة جدا والاعتصام في التحرير لسه متفضش ومبارح تم علام في مؤتمر صحفي الكاتب أستاذ علالي الأسواني أعلنوا حكومة توافقية في التحرير والترشيحات لحكومة توافقية برئاسة دكتور محمد برادعي وبنيابة كل من دكتور حسام عيسى أستاذ القانون الدستوري وأستاذ أبو العلا مواضي رئيس حزب الوسط وتم علامة ترشيحات دي وبرضو في المقابل المؤتمر الصحفي لدكتور كمال الجنزوري قال أنه رافض لكل وزراء حكومة شرف وأنه سوف يستمع إلى ترشيحات الميدان وحيقبل مجموعة من الشباب في وزارته الأزمة هتوصل لفين قدامنا أقل من 20 ساعة صح يا عيدا؟ أقل من لا مش 20 ساعة 44 ساعة بالضبط على بداية الانتخابات ويمكن تطورات الانتخابات برضو فيها حاجات كتير منها أنه المجلس العسكري قرر أنه هو يمد مدى التصويت لمدة يومين بالنسبة لانتخابات المرحلة الأولى في مصر ويزود التصويت يوم لغاية مساء الأحد بالنسبة للمصريين في الخارج هنتكلم عن الحاجات دي بالتفاصيل النهاردة في حلقاتنا في حلقة متميزة جدا بلان هنا تكلمنا عن التصويت في المصريين في الخارج فإحنا هيكون عندنا النهاردة صحفي هو مقيم بألمانيا الأستاذ وليد الشيخ علشان نتكلم على تصويت المصريين في الخارج طبعا أتقام للأسف مخزلة جدا إحنا بقول إن فيه 8 مليون مصري مقيمين بالخارج اللي يوم حق التصويت يعني الكلام يتراوح ما بين 3 إلى 4 إلى 5 مليون ما فيه إحصائية مظبوطة بس يعني لو قلنا حتى 3 مليون بأقل تقدير حتى الآن اللي سجلوا أساميهم علشان يشاركوا في الانتخابات 300 وحاجة ألف من 3 مليون ده اللي هو الحد الأدنى يعني بالتالي ده رقم قليل جدا وإحنا متوقعين إن بقى فيه مشاركة كبيرة من كل المصريين في مصر وخارج مصر هنا نتكلم على كمان مشاكل التصويت في الخارج إيه المعاوقات ناس كتير يعني ناس كتير عرفهم عايشين برا مصر أول ما بدأت تطلع القرارات أو يتم تنفيذ آليات التصويت في الخارج بدأوا يبعتوا ليه الحقي ده إحنا عندنا مشكلة ده إحنا لازم نروح سفارة لا ده إحنا لازم نتبع الحاجات مع الإنترنت ونبعثها بالبريد أو نروح بنفسنا مش قنصليات السفارات بس تفاصيل كتير خلو نعرف إيه المشاكل اللي حصلة ونعرف كمان نفهم يعني أو نحاول نفهم ليه عدد أولاي القوي اللي سجل اسمه علشان يشارك في انتخابات الفرلمانية وانتخابات فرلمان الثورة هتكون تفقرة خاصة جدا مع الصحفي وليد الشيخ وبمناسبة أحداث أمس وحدوث مظهرة في ميدان العباسية من عدة ألاف مقابل مئات الألاف في ميدان التحرير هيكون لنا لقاء مع أستاذ أبراهز الحريري عضو مؤسس حزب التحالف الشعب الاشتراكي هنتكلم معاه عن الأحداث خصوصا أنه الوضع دلوقتي فيه مفاوضات يعني الميدان بيطرح أسماء ولسه دكتور الجنزوري محددش وزارته ولسه فيه كم ساعة فاصلين هيكونوا قبل الانتخابات لأنه في الآخر لو الانتخابات تمت كما هو مؤكد من كل الجهات الرسمية في مصر يبقى إحنا محتاجين أن الدنيا تهدأ علشان ما تتأجلش الدائرة اللي فيها مباني التحرير طبعا علشان ما تتأجلش دائرة كتيرة مش بس تحرير يعني كمان في الأسكندرية وفي المينيا وفي ماكن كتيرة فيه مظاهرات كتيرة أنا لطول كنا لكم أنت حاضرة هروح تمباري حققت نصف ساعة في مظاهرة العباسية عشان أعرف الناس بتقول إيه وبعد نروح تمباري مظاهرة التحرير اللي بروحها على طول فيعني واضح أن في الفقرة فقرة أستاذ أبو لازل حريري ممكن قدر أحكي لكم تجربتي في المظاهرات مبارح مظاهرات اللي في مدين مصر بس خوني كمان أقول أنه نهار ده رأس سنة الهجرية كل سنة وأنتوا طيبين ويرب كل الناس كده وهي بتصلي وتدعي لنا تدعي أن احنا نعدي هذه الأزمة بأحسن صورة وأنه مصر تمر بالتجربة اللي أنا متأكد أنها تجربة ديمقراطية 100% ونطلع بقى عندنا لموذج ديمقراطي كده أحيي صعب شوية ومش ببلاش وبأرواح ناس بس وفيش تغيير بيجي ببلاش فيعني رب يدعو لنا بش وبالناس بتبقى أرواح الناس يا عيدة احنا عندنا فقرة مهمة جدا هتكون مع مصورين صحفيين وسوارهم من التحرير وبالمناسبة دي في خبر مهم جدا لازم الناس كلها تعرفوا أنه أخيرا وزارة الداخلية اعترفت بوجود الضابط القناص المتهم بالتصويب على أعين الناس وفعلا صدر أمر قضائي من النيابة العامة بالتحقيق معاه وتم التحفظ عليه وسوف يمسل قدام النيابة خلونا نبتدي بأهم تفاصيل الأخبار مع أستاذ عدل السنهوري الكاتب الصحفي بعد الفاصل على طول معسا